اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات في صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لا اليك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك عسا اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11.07 لغاية مساء يوم الاثنين 13.07 بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا يوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تأخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس الصحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما في اساسا اشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الثور طبعا المعروف انه الشمس وعطارد موجودين هدول الاثنين في البيت الثالث لايلك فعشان هيك بدك تحاول انه انت اثناء النقاشات او اثناء الحوارات ما تفرض سلطتك او تفرض رأيك على الاشخاص اللي حواليك ما تعند او يعني تحاول انه بالصوت او بالعصبية انك تفرض رأيك على الاشخاص اللي انت بتناقشهم او اللي بتتعامل معاهم لانه الامور ما رح تكون لصالحك طبعا بسبب وجود الشمس وبجد سبب وجود عطارد اللي بيتراجع وبسبب الزوايا اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة برضو هاي الشغلة بتخليك تتهور في اشياء لها علاقة بالقيادة او بالسياقة او اثناء الحركة بدك تدير بالك من الاصابات اما بالنسبة للزهرة طبعا موجودة في البيت الثاني لالك فهي بتدعمك بقوة على المستوى المالي او على تحصيل بعض الارباح او الاهتمامات المالية او بتحل بعض المسائل المالية اللي بتكون مربكة بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو طبعا اللي بقيله علاقة ببلوتو والمشتري وزحل اللي بيتراجعوا اللي هو الجدي فعشان هيك بتحاول فرض سلطتك على اشخاص خارج البلاد او على مؤسسات تعليمية او على طلاب انت بتدرسهم حاول قدر الامكان اذا كنت بتعمل في هاي المجالات انك انت تنتبه لهاي النقطة لانه ممكن تخسرهم بالفترة القادمة اما بالنسبة الى بيتك اتناعش فطبعا المريخ موجود في بيت المتاعب فهو يعني بيخليك تتهور وتحاول تغامر وتدخل اماكن مجهولة او اماكن يعني شوي فيها نوع من انواع الخطر حاول ما تبالغ وما تجازف وما تغامر بالفترة هاي لانه كل المغامرات تعتبر تهور وبدك تنتبه من اشخاص ممكن يتأمروا عليك بالخفاء او يستغيبوك او يحاولوا ينموا عليك او يستغلوك في بعض الامور اما بالنسبة لبيتك احداعش فطبعا هذا بيت الاصدقاء شوي ممكن يحدث بعض المشاكل او الخلافات او الحدية بالطباع اثناء التعامل مع الاصدقاء وممكن تحملك نوع من انواع التوافق او التلاقي مع اصدقاء جدد او مرافقتهم او صديق قديم ممكن يرجع يظهر على الساحة اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا التقلبات اللي بتحدث من اورانوس اللي ممكن في لحظات يكون مزاجك 100% ايجابي ويدعمك وفي لحظات ممكن يخليك متنكد وعصبي ومتهور او يعني بتحس انو شخصيتك شوي متقلبة بفترات اورانوس اما بالنسبة لتوقعاتنا الاسبوعية من الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود في الحوت فعشان يكب تنشطوا بين الاصدقاء بتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق امنية بمساعدة احدهم معنوياتك مرتفعة حضوضك جيدة احترم القوانين والمواعيد اهميش انك ما تماطل باعمالك او انجاز اعمالك او بامور انت بتكون ماخذ على نفسك عهد او اتفاق عزز شعبيتك وافرح مع الاصدقاء والاحباء ممكن تنجح في انعاش العلاقات العامة من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحمل يعني بيت متاعبك فبيطلب منكم عدم المبالغة في جهودكم او جهودكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم كون صبور اما انك انت راح تشعر بالراحة والهدوء الكامل او الهدوء التام او ممكن انه شوي تشعر بنوع من انواع التقلبات والعصبية الكاملة يعني في تقلب ما بين هاي او هاي من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالثور فعشان هيك ثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة وبيعومكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي يعني القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية بيدعوك الجو لبدل جهود من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم اليك خذ المبادرة وكون شجع من صباح يوم الخميس حتى طبعا ما بعدها يعني بيكون القمر موجود في الجوزاء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لوضاعك المالية وممكن تخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك ما تجازف باموالك ولا باستقرار وضعك المالي بدك تتريث حتى تتوضح الامور ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ارتب وضعك المالي بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء